بسم الله الرحمن الرحيم اولا مساء الخير يا شباب وكل سنوان طيبين وبصحة وان شاء الله بإذن الله تخلصوا الترمة دوت على خير انا عارفة بالنسبة لسنة تانية ارشاد هي تعتبر يعني ايه اول ترمة عادة بيبقى ترمة صعبة شوية عليكم لان انتوا لسا بتتعودوا على سيستم القسم ومذاكرة الكتيرة اللي عندنا بس ان شاء الله بإذن الله تعدوا منها في سلام ونجيبوا تأثيرات كويسة النهاردة ان شاء الله حنبدأ نراجع سريعا على الحاجات اللي احنا خدناها في البداية قبل من نتكلم على فترة الاسكندر الأكبر ودخوله مصر قلنا كده سريعا ان احنا العلاقات المصرية اليونانية كانت موجودة في مصر من فترة عصر فترة عصر الأسرات وكانت مصر عندها علاقات طيبة مع الجريك آيلانس اللي هي الكزر اليونانية ودايما بنقول ان مصر كانت بتحاول تحتفظ بعلاقات طيبة مع هذه الكزر اليونانية علشان كانوا بيعتبروا زي كده نقاط ترانزيت وخصوصا للرحلات البحرية من وإلى مصر لدول البحر المتوسط أو الدول المحيطة بيها زي مثلا بلاد اليونان دي في الفترة دي في الفترة أيوة ممكن حضرتك بس تسجلي المحاضرة بتتسجل يعني خليك كده بس مركزة معي ومتلايش تمام دي حاجة برضو من الحاجات المهمة جدا ان احنا لازم نقول ان اول ذكر الحاجة اسمها شعوب البحر واعتقد انتوا درستوا حاجة اسمها شعوب البحر ده كان اول ذكر لهم في عصر ميرن بتاع في عصر الاسرة التسعة عشر يعني عصر الدولة الحديثة واتقال ان كان في مجموعة من القراصنة من جنسيات مختلفة ومنهم البلاد اليونان بدأوا ان هم يعني يعملوا اتاك على السواحل الشمالية المصر ان هم يغيروا او يهجموا السواحل الشمالية المصر وده كان اول ذكر لعلاقات الى حد ما تعتبر طبعا علاقات نشط طيبة ما بيننا وما بين بلاد اليونان بعد كده بدأت بلاد اليونان ان هي تنهض ويتكون حضارة واحدة واحدة كده بدأت المدن تتجمع في اقاليم والاقاليم بعد كده توحدت تحت يعني امرض ملك واحد فعصر بسمتيك الاول في عصر الاسرة 26 يعني بدأنا نتكلم في عصر الانتقال الثالث بدأ فيه الاف ومئات من اليونانيين التجار اللي بيشتغلوا بالتجارة يظهروا كعلاقات تجارية كتير جدا ما بيننا وما بينهم وقلنا ان حتى اليونانيين استقروا في مصر التجار بالذات استقروا في مصر وخصوصا في منطقة ايه لو انتوا فاكرين في منطقة منفس خلاص وقلنا حتى ان منف او منطقة منف اللي هي عاصمة مصر القديمة كانت مكان موجود فيه جالية يونانية لا يستهين بها احد بالاضافة انهم ظهروا متجمعين في مناطق تانية في الدلتة بالذات نتيجة ان هو كان صعب عليهم يعني يستقروا في الصعيد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة المختلفة تماما عن بلاد اليونان فاستقروا برضو في اماكن زي منطقة نيقراتيس وانا نيقراتيس فين نيقراتيس اللي هي منطقة قوم جعيف اتايل بارود محافظة البحيرة كل دا وتحصل قبل دخول الاسكندر مصر دوال هناك محافظة بشكل منجمعين الخامة بغيرين وكان الدخول الى ايجبتان دمال فاراني ولكن الطفاة محت heroin النتيجة يعني النتيجة محافظة هاوي أعماكن المحافظة أعماكن سي . والسلام سي . قادة الاشناء الغالث ذالث هي أعماكن سي. الشيء المنتجة أن الكثير من المنطقة كما يمكن أن يكون مرشاناً إلى إيجابة ومع مرشاناً إلى إيجابة ومع مرشان الوحيدة في الإجابة في المدينة المنطقة في المنطقة في المنطقة 26. وإن المنطقة يمكن أن يحصل مرشاناً إلى مرشاناً مثل الممphis والذي أصبح الأنساني المنطقة ونقراطس where the modern location of Neukratas now كوم غعيف إتاي البارود بحيرة جفنة and also in another place another archaeological site now in Delta which is called تلدفن these are the different aspects of the relationships between Greece and Egypt before the arrival of Alexander the Great طيب بعد كده زي ما قلنا في عصر بسمتيك الثاني حصل زيادة للظهور اليوناني في المجتمع المصري من خلال ان احنا قلنا ان ميمنة الجيش المصري اي جيش في البلاد القديمة كان بيكون من قلب الجيش اللي هو المنطقة اللي في النص والميمنة والميسارة الجيش فميمنة الجيش المصري وقال ان هو كان تحت قيادة شخص يوناني يوناني الاصل بالاضافة ان بسمتيك بعض المصادر ذكرت ان كان فيه شخص بيعلم اللغة اليونانية لأولاده وبالاضافة لكده ان التجار مش بس تمركزوا في مناطق محددة في مصر التجار اليونانيين ظهروا في اماكن كتير جدا جدا في مصر وحتى وصلوا للصعيد وبلاد النوبة فده معنى كده ان كان فيه علاقات التجارية والعلاقات التجارية ديت ازدهرت في عصر بسمتيك الثاني بقى خلفا لبسمتيك الاول في عصر الاسرة ستة واشرين يعني ايه؟ يعني ظهروا في كل اماكن مصر طيب ايه الحاجات المهمة زي ما قلنا مصر وبلاد اليونان كان ايه الحاجات المهمة ليه احتاجوا لبعض لأسباب كتير جدا اول حاجة بالنسبة لليونانيين مصر كانت سلة الغلال ودي استمرت في كل الفترة القديمة مصر هي اللي كانت بتزرع الامح وقلنا قبل كده ان حتى اتينا اللي هي عاصمة بلاد اليونان في هذه الفترة زراعتها للامح ما كانتش بتكفي حتى عشر احتياجات سكانها مصر كانت مكان او مركز لزراعة البابيروس والبابيروس هي كانت الطريقة الوحيدة لتسجيل اي حضارة فاي حضارة هتبقى محتاجة البابيروس عشان تسجل يعني نتاجها الحضاري رقم ثلاثة ودي حاجة مهمة ان احنا الاثنين ودايما في مثل كده يقولك ايه انا وابن عمي انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب هما ما كانوش يحني يحبوا بعض قوي لكن كان في عضو مشترك مين هو العضو المشترك اللي هي بلاد الفرس وليه هي كانت عضو مشترك اولا المصريين كانوا كارهين جدا للفرس نتيجة ان الفرس ما كانوش بيحترموا الديانة المصرية فبالتالي كرهوا الفرس وحتى الروايات قالت زي ما قلنا ان دارة ملك الفرس لما دخل مصر استبدل العجل المقدس اللي هو عجل ابيس المقدس بحمار داخل معبد بتاح في مدينة منف العاصمة دلالة على احتقار وامتحان الديانة المصرية القديمة وفي نفس ذات الوقت طب ليه اليونانيين بيكرهوا الفرس طبعا هيكرهوا الفرس لان الفرس هي المملكة المسيطرة في هذه الفترة وبلاد اليونان عايزة هي للسيطرة على العالم فكان طبيعي جدا ومنطقي جدا ان بلاد اليونان تكره الفرس اللي هي المملكة اللي كانت مسيطرة برضو مصر كانت بتستورد السيلفر خلاص الفضاء لان معروفة ان مصر كانت فقيرة في انتاج السيلفر وزي ما قلنا ان اليونانيين هتأتقد قناها في المحاضرة ان اليونانيين هم اللي علموا المصريين عملية سك العملة خلاص العملات اللي كانت موجودة كنظام للدولة بدأ ظهوره على يد اليونانيين المصريين كانوا بيعتمدوا اكتر على طريقة المقايدة ظهرت النقود في العصر الفرعوني اه ظهرت بس مش كشكل او كسيستم لدولة كامل خلاص انما بدأ ظهور العملة بشكل رسمي وواضح بعد يعني بداية بقى العصر البطلاني وكده فقصة سك العملة وقصة ان اليونانيين بما انهم كانوا طجار شطرين جدا هم اللي فهموا أو يعني وضعوا قصص لنظام العملة في بلاد العالم القديم كلها ومن ضمنها مصر اول حاجة اول حاجة جريس needed Egypt for two products for two important products اول حاجة grain خلاص ايجب with the source of grain اثن produced only 1 tenth of the main production of grain for the population هنا. إيجبت كان مصدرًا للغاية في العالم الأولى. إيجبت أيضًا كان مصدرًا من المصدر. لماذا كان مصدرًا في ذلك المصدرًا؟ لأن المصدر كان مصدرًا للمصدر أي مصدرًا في أي حضارة. هي الطريقة الوحيدة لتسجيل أي محتوى ثقافي لأي حضارة. أي أيضًا إيجبت إمورت سلورًا من غريسًا إمورت سلورًا من غريسًا لأنها كان مصدرًا للمصدرًا. هناك غريسًا للمصدرًا في إيجبت. وغريسًا كان مصدرًا للمصدرًا في العالم الأولى. يعني إيه؟ يعني نظام سك العملة as the main source or a basic system for commerce and commercial relationships between the persons and between the countries. Both Greece and Egypt shared a very important enemy during that time which is the Persian kingdom. the Egyptians hated يعني إيه؟ يعني قرهوا they hated the Persians because the Persians didn't respect the Egyptian religion. they insulted the Egyptian gods يعني إيه؟ and one of the sources say that the Persians replaced the sacred bull Apis bull in the temple of Patahat Memphis with a donkey reflecting their insolence to the Egyptian religion ليعكس إمتهنهم للحضارة والديانة المصرية. And also the Greeks hated Persia because they were the main power during that time and Greece during that time was the rising power the rising political power. يعني إيه؟ يعني كانت القوة السياسية الصعيدة they wanted to control over the ancient world. طيب Alexander the Great إحنا قلنا في كدا main steps for capturing Egypt أول حاجة سريعا كدا ووهو is Alexander the Great he is the main and the formal son of Philippe II the king of Macedonia he had another brother but Alexander was the main brother was the main son وقلنا إن أخوه كان بيعاني من يعني بعض زي ما بنقول disabilities mental disabilities فعلشان كدا كل الأنظار كانت متجهة للإسكندر الأكبر بشكل خاص علشان يخلف عرش أبي he was taught by one of the most important philosophers during that time was Aristotle يعني كان تم تعليمه بواسطة أرستو فعلشان كدا هو كان متشبع بكل حضارة العالم القديم وكان عنده he was convinced to mixture to gather all the civilizations all different civilizations the Greek civilization and the eastern civilizations in one pot كان عايز يخلط الحضارات ويمزق الحضارات في شكل حضارة واحدة which is named the Hellenistic civilization حضارة الهنستية okay he was convinced to make a civilization for all the countries in the ancient world وده حاجة مهمة جدا طيب قلنا برضو بعد كده and after the death of his father in 336 Alexander was only 16 or 18 years old he became the main king of Macedonia he defeated or he shared in different campaigns against Persia and after 10 years of making different campaigns against the Persian kingdom he defeated the Persian king Darius in the battle of Isis in 333 BC and instead of making different campaigns against the Persian kingdom instead of following or tracing the king Darius in Persia itself بدلا من هو يروح Persia بقى والفرس ويهزمهم في عقر داره he decided to capture or to control over Palestine and Syria and Lebanon and also Egypt هو قال لقواده لا احنا مش هنروح الفرس مش هنروح بلاد فارس مش هنكمل معاركنا ضد دارة نتاجه بقى لمصر so after this is the first step for capturing Egypt the battle of Isis the second step is conquering Tyre in 332 after a besiege for seven months ودايمن Tyre أو سور خلاص معروفة بقوة وحصونها وحصونها المنيعة جدا واستمرت السمعة القوية جدا بحصون Tyre لغاية العصور الإسلامية بعد كده قدر ان هو يعني سيطر على غزة بعد شهرين من السيج أو بسيج الحصار وبعد كده خلاص وقدر ان هو يدخل منطقة البلوزيوم من غير أي رزيستنس ودايمن بنقول ان البلوزيوم اللي هي نحية منطقة السويس أو قناة السويس تعتبر هي البوابة الشرقية لمصر يبقى معنى كده ان المقاومة ضد الإسكندر الأكبر كل اللي ما يتجه نحية المصر بتقل ولا بتزيد؟ بتقل بتقل اداله إيه البلاد بدون أي مقاومة تذكر من الحاجات اللي برضو بنركز عليها دايماً وبنقول لازم نعمل كده كمبرز ما بين أليكزاندر والفرس إن إيجبشن كورونايشن of Alexander the Great as a Pharaoh of Upper and Lower Egypt and that's happened in Memphis consulting the Oracle of زيوس آمون وقنا this happened in the Temple of Amon زيوس at Seaoua Oasis تمام؟ وقنا مين زيوس آمون he is the Egyptian god Amon اوكي assimilated with the Greek god زيوس وبنقول إن إحنا عندنا في الديانة The Phoebian Amun Amun الطيبي وعندنا The Libyan Amun Amun الليبي من هو Amun الليبي He was the one who was assimilated with the Greek god Zeus He was represented in the form of a man with the horns of Amun the curved horns of Amun اللي هي القرون الملتوية and he was known by the Greeks as one of the most important oracle gods نو أحد أهم آلهة الوحي قلاص المداي من حاجة اللي خايف من حاجة يروح يستشير الإله في معبده ويعتبر Amun Zeus أو Zeus Amun من أشهر أشكال آلهة الوحي المعروفة جوة مصر وخارج مصر حتى قبل قدوم الإسكندر الأكبر تمام برضو من الحاجات اللي نركز عليها The orders to establish Alexandria وقلنا أن Alexandria was designed by the Greek architect Deioncratus of Rodos taking or following the traditional shape of the Greek cities having the shape of the chessboard لوحة الشطانرنق number of vertical streets and number of horizontal streets perpendicular to each other يعني ايه perpendicular to each other متعمدة على بعض forming the shape of a chessboard خلاص مين كان من أهم وأشهر الشخصيات في فترة الإسكندر الأكبر Cleomenus of Neukratus مين Cleomenus of Neukratus هو جاي من منطقة Neukratus أول حاجة he controlled over all the finances كل المصادر المدية he took the direct administration of the eastern border of Arabia he was the satrap of Egypt with comprehensive powers يعني comprehensive powers يعني بكل السلطة القوة الكاملة and he exceeded collecting taxes he also he controlled over the grain production in Egypt he controlled over grain production in Egypt and different complaints reached Alexander the Great concerning this man but Alexander the Great didn't make any reaction صح Alexander the Great ما عملش أي reaction وفي ناس تقولك يا إما هو كان متواطئ مع الإسكندر الأكبر عشان يظهر دايما هو في سورة الملك الطيب اللطيف الظريف وهو في نهاية محتل خلاص ويخلي كليومينس بأمر منه بأمر غير مباشر منه إن هو يتغالى في جامعة ضرائب وإن يحصل مصادرة لعملية زراعة الأمح وتجارة الأمح من خلال هذا الرجل وفي ناس قالت إن هو ما كانش مهتم بهذه الفترة إن هو يعني يقضي على كليومينس خلاص يبقى دي الحاجات الأساسية Alexander the Great and the Conquest of Egypt Battle of Isis Conquering Tyre After 7 Month Conquering Gaza After 2 Months Marching for 7 Days to Pelosium We have 2 here important characters Mazakir the Persians that trap handed the country peacefully and Cleomenes of Necratus controlled over the finances the grain production and comprehensive powers okay he did 2 things Alexander the Great he consulted the Oracle in the Temple of Ammon at Siwa Oasis and gave orders to build the new capital of Egypt named after his name by the designed by the Greek architect the Necratus of Prudus of Necratus والقوة العسكرية the Administrator the Administrator the Administrator الداخل من العام من المتحدة بنية تفويلة المتحدة 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 was mainly controlled by Cleomenos of Necratus however Egypt was divided into two parts upper and lower Egypt Anu Aegyptus and Cato Aegyptus and there we have two governors the Greek Deulaspis and the Egyptian Pythesis after a short period of time the Greek governor controlled over the two parts and we have another the third administrative part which is Arabia near Sinai now and the fourth administrative part is Libya in the western part of Egypt Concerning the military administration, we also said that we had two or two of them who were responsible for the military administration and the two of them who were Balacros and Potasus κاكتيس مش شرطة تعرفوا اسمهم بس يعرفوا انهم حقوقات 2 strategy فقط والاثنين كان لهم قوى عسكرية وتركزت الحامية اليونانية في مصر او القوى العسكرية في منطقتين اول حاجة منفس اللي باعتبارها ان هي كانت العاصمة القديمة وبرضو لازم نشير لحاجة ان منف زلتها العاصمة في فترة وجود الإسكندر الأكبر في مصر ولم يشهد الإسكندر الأكبر بناء مدينة إسكندرية هو إدى الأمر بس هو ما شاهدش المدينة ما الحقش إن هو إيه يشوفها ومنطقة بلوزيون دايما كان برضو فيه بيبقى خوف منها لإن هي المدخل الشرقي لمصر وكان دايما بيبقى فيه إغارات نحية المنطقة الشرقية لمصر الاسكندر الأكبر بعد كده ماشى وصاب مصر وراح لغاية ما وصل يقال إن هو وصل على حدود منطقة باكستان وراح وأصبح هو أصغر قائد سيطر على العالم القديم ولكن الإسكندر الأكبر يعني مات فجأة في سنة 323 ويقال إن هو مات نتيجة حمى تقريبا كان عنده حاجة و30 سنة في بابلون في العراق وحصل لخبطة ليه؟ لأن الإسكندر الأكبر في هذه الفترة كان متزوج وكان مراته حامل مش عارفين بقى حتجيب ولاد ولا بنت أخوه عنده مشكلة دايما بنقول إن هو عنده كده يعني فما كانش مؤهل إن هو يحكم القوات بتوع على قد ما كانوا مرتبطين ببعض زي ما بنقول دايما هم كانوا كده إيه شل واحدة شباب في عز فترة الشباب احتلوا العالم فكان عندهم زهو الشباب وزهو الانتصار وفجأة القائد بتاحهم وصديقهم الصدوق توفى خلاص فكانت بنسبة لهم صدمة وحصل التسوية بتاعة بابلون والتسوية بتاعة بابلون أول حاجة يقال على حسب الروايات إن الإسكندر الأكبر أعرب عن رغبته فيه إن هو يتم دفنه في منطقة الأمونيون أو منطقة المعبد بتاع زيوس آمن في منطقة سيوة لأنه خلال هذه الفترة كان دايما يقول إن هو ابن الإله أمون وكان يعني متأثر جدا بهذه القصة ويقال إن هو إدى الخاتم بتاعه للباديجورد بتاعه اللي هو بارديكاس وقلنا إن بارديكاس من الشخصيات المهمة جدا لو كان قاعد فترة أطول من كده كان عصر جامد على التاريخ والتسوية بتاعة بابل سنة 323 قاعد فيها الناس المهمة أو الناس اللي كانت قريبة من الإسكندر الأكبر باطلا ميوس بدأ يصهر اسمه إنه هو يعني اقترح كده اقتراح إن مملكة الإسكندر الأكبر تبدأ تتأسمه كل واحد من الآخر ياخد جزء كده يحكمه وكلنا نحكم تحت رويل كاونسل يعني رويل كاونسل مجلس ملكي يقوده أخو الإسكندر وابنه لما مراته تولد لكن الحقيقة هم الموضوع دو اترفض وقالوا إن إحنا حنعلن أخوه اللي هو أرهاديوس هو هيبقى الملك والابن بتاع روكسانا لو جي ولد هو هيبقى كوريجنت مع أرهاديوس مع أخو الإسكندر الأكبر وقالوا إن أسموا بقى السلطة قالوا إن بطاميوس هيبقى زي ساتراب على مصر بردكاس بأنه هو شخصية قوية قال إنه هو هيحكم الرويل كافالري أو هو رئيس الحامية أو الثارية الملكية يومينس أوف كارديا خدت كده منطقة اسمها بافالوجونيا اللي هي نورف آناتوليا ومنطقة في أسيا الصغرى ومنطقة كابوتيكا في بيرشيا كراتيروس يعني يتضحك عليه قال لك إنه هو ممثل التاج الملك نتيجة إنه كراتيروس تغيب نتيجة إنشغالاته كده في فترة فبيردكاس خد الحكم بتاعه وأصبح بيردكاس لمنصبين وقلنا الحكاية دي كتير في المحاضرات أول حاجة إنه هو كوماندر أوف درويل كافالري أنت هوسو هي وزا ريبريزنتاتف أوف دكراون لسي ماخوس رولد ثريف وثريس دايما بنقول إنه هي منطقة تعتبر مهمة جدا ومن ناحية الغغرافية لإنه هي حاليا تقع ما بين منطقة بولغاريا واليونان وتركيا فتعتبر من المناطق المهمة أنتي جونث منوثالمس وقلنا منوثالمس الأعور إنه هو فقط عين من يعني أحد عينه يعني في أحد المعارك مع الإسكندر وهو إدوله كده مقاطعتين إسمها تامفيليا وليتشيا في برضو أسيا الصغرى وأنتي بارتوس ستراتيكوس تعالوا نعدوهم مع بعض أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة من قواته تاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة بوتولمي بارتكاس يومينس أوف كارديا كراتيروس لسيماخوس قلاص هم دول اللي حكموا منطق أنتي جونوس منوثالموس قلاص آخر واحد هوت وأنتي بارتوس مين اللي طلع من الحزبة وبالرغم إنه كان شخص مهم سليوكس سليوكس تمام كده سليوكس هو اللي طلع من إيه من الحزبة so يبقى the settlement of Babylon was conducted after the sudden death of Alexander the Great Alexander was with no heir his wife Roxana was pregnant and the settlement decided that his the brother of Alexander the Great Archadius should be the king and if Roxana gave birth to a male child he would be the co-regent the co-king with his uncle Archadius who were the main commanders who ruled or became important after the settlement of Babylon seven characters Ptolemy who ruled Egypt Perdiccas Perdiccas was the commander of the royal cavalry Craterus he became the representative of the royal crown however his position was taken by Perdiccas so Perdiccas had two positions commander of the royal cavalry representative of the crown Eumenus of Cardia took over Papalagonia and Cabotica and Cabotica in Persia Lysimach ruled Thrace a very important place between Turkey Bulgaria and Greece Antigonus Monothalamus ruled Pamphylia and Lycia and Antipartus okay and as we said before the settlement of Babylon didn't give a very practical solution for the empire of Alexander the Great خلاص بعد كده بطلميوس الأول بطلميوس الأول يعتبر هو مؤسس الدولة البطلمية وهو اللي كتب the autobiography of Alexander the Great and one of his generals والكلام دا كله عصر بطلميوس الأول ينقسم الجزئين هو كستراب وقعد فيها فترة ليست بالقليلة قرابة 18 سنة و as a king خلاص انه بيحكم كملك وبطلميوس يعني توفي وهو طاعن في السن راجل كبير جدا في فترة عصر بطلميوس الأول كستراب حصل two wars خلاص the first war of successors اللي هو بنقول عليها حرب successors اللي هم جون بعد الإسكندر الأكبر الحرب الأولى والحرب التانية the first collation war حرب الاتلاف الأولى the second collation war حرب الاتلاف التانية طيب ايه اللي حصل اول collation ان بردكاس كان عايز يسيطر كان شايف نفسه احسن من ناس اللي ايه اللي موغودة كلها خلاص ونتيجة raising powers بتاعته تحالف ضده من اول حاجة بطولمي كراتيروس انتيبارتوس اللي هو strategius of europe ولسماخوس of thrace بتاعت الاسكندر الأكبر ان هو يتم دفنه في منطقة واحد ثيوة وقال ازاي ان ابن فليب التاني ما يتدفنش في مقدونيا شمال بلاد اليونان لازم يتدفن جنب ابوه وبطولمي يقال انه هو اخترق الجنازة الرسمية للاسكندر الأكبر وتم سرقة الجسمان وتم دفنه فيه منف وبعد استكمال عاصمته عاصمة الاسكندرية تم اعادة دفن مرة اخرى في الاسكندرية وما زال قبر الاسكندر مفقود حتى الان ولم يتم العصور عليه ونتيجة هذا الهجوم هذا الاختراق للجنازة الرسمية للاسكندر الأكبر بدأت الحرب حرب الاقتلاف الاولى ما بين بيرتيكاس بيرتيكاس من جهة اللي كان شايف نفسه اعظم من اي حد وان هو يقدر يسيطر ويبقى الملك القادم ودد الحلفاء اللي مع بعض اللي هما مين بقى بطلة ميوس كراتيروس انتي بارتس تراتيجيس اوف يوروب وإيه وليسي معخص هما دول اقتلفوا مع بعض علشان يقدروا انه هما ايه يسيطروا على بطلة بيرتيكاس تمام وحصل المواجهة اللي حصل بعد كده ان هما قدروا الحقيقة يعني حصلت كده باتل ما بينهم ويقال ان بيرتيكاس تم اقتله من خلال عدد من قواده تقريبا عشرة داخل الخيمة بتاعته خلاص دي اول حاجة وفاضل كراتيروس برضو كراتيروس تم يعني توفى وانتي بارتس برضو وكان شخص كبير جدا برضو توفى ففاضل مين بطلة ميوسو مين ولسماخوس اف سريس ولسماخوس اف سريس فتم اعادة بقى مرة اخرى اعادة الدواير السياسية او القوى السياسية اعادت تشكيلها مرة اخرى وكان هو الوحيد الوريس الشرعي وتم يعني هو تولد في هذه الفترة العصيبة جدا من مملكة الاسكندر الاكبر فاصبح بطلة ميوس هو حاكم مصر توطدت يعني دعم ملكه لمصر بعد القضاء على بيرتيكاس لان بيرتيكاس كان قوة وكان لو استمر في المعارك بتاعته ضد الناس التانية كان ممكن جدا ان هو يسطع على مملكة الاسكندر كلها سيليوكس بدأ يظهر لان سيليوكس ما كانش لي نصيب في الستلمنت بتاعت بابلون وكان وكان سيليوكس مصر في سيريا وكان سيليوكس سيليوكس في مصر السيليوكس خلاص هو واحد من الحلفاء اللي كانوا لسه على قيد الحياة بدأ يظهر واحد اسمه كاساندرس كينج هو الملك بتاع منطقة مقدونيا وكاساندرس كان شخص لئيم جدا هو انه بريتند 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 انه حيصبح الوصي وهو حياخد باله من ابن اسكندر في هزي الفترة وانتيجونوس منوثالموس لو انتو فاكرين اللي هو الراجل الأعور دوت أصبح اصباح ايه أو استمر انه اصباح ايه دي المين political powers after the first collation war so after the death the only remaining power during that time were these successors Ptolemy the king of Egypt Ciliochus he founded the Cilicid empire Lysimachus the king of Thrace Antigonus the strategus of Europe and who was the Macedonian king he was Cassandrus and Cassandrus proclaimed to be the guardian of the king or the upcoming king of Macedonia was the son of Alexander the great بعد كده ايه اللي حصل the second collation war the second collation war اللي هو Antigonus monothalmus برضو بدأت تظهر قوته مرة اخرى وبدأ انه هو يسيطر على اجزاء كده من بلاد اليونان فخافوا منه بدأ الاتحاد مرة اخرى اللي هو حرب الاقتلاف التانية وهنا اتحاد من باطلاميوس وسيليوكس ضد Antigonus monothalmus خلاص بعد فترة من الحروب والالتقاء حتى Antigonus في معركة في غزة سنة 311 حصل كده زي ايه انه هما عملوا وثيقة او فترة هدنة فترة سلام وقعوا كده زي ما بنقول كده ايه معاهدة سلام ما بين الاطراف كلها خلاص وكساندروس استمر انه هو بيقول انه هو الستراتيجيوس اوف يوروب لغاية ما الاسكندر الرابع يصل لمرحلة يصل لمرحلة النطق وان هو يبقى كبير وان هو يبقى راجل كبير يقدر ايه يحكم فقال انا بس ايه حفض كمالك لمقدونيا لغاية ما ابن الاسكندر ايه يكبر طبعا دا كلام كدب لانه ابن الاسكندر وامه اللي هي روكسانا اختبفوا من التاريخ ويقال ان كساندروس دبر مؤامرة لقتلهم علشان يستولي على الحكم بعد فترة طبعا بطلميوس في هذه الفترة ما كانش يعني مقتنع اوي بفترة الهدنة هو كان عايز يقضي على الناس دي كلها لكن اضطر ان هو يسمع الكلام وقعد في فترة الهدنة دي اللي تم عقدها سنة 311 واستولى في هذه الفترة على ابرس وجزيرة قوس واصبحوا تحت الامرة المملكة البطلمية اوكي لغاية ما الحرب مرة اخرى اشتعلت ما بين بطلميوس وانتيجونس وبطلميوس قدر ان هو يحزم انتيجونس في كذا معركة وخصوصا في المعارك البحرية في منطقة سلامس وخلال هذه الفترة بعد مجموعة كده من المعارك كل واحد فيهم اعلن ان هو ملك وبدأت الحكاية بمين بدأت الحكاية بانتيجونس انتيجونس بتاعه وحتى ان هو الكلام عليه فلوس هم قالوا ان هو الملك بتاع المملكة كلها فالناس التانية راحت ما قال لده قال له خلاص اسمه بطوليمي برضو وفي هذه الفترة كل واحد بدأ يتعامل في الوصائق الرسمية انه هو ملك ماشي شباب يبقى بطوليمي 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 or the construction of the capital بدكس died بطوليمي remained the king crateros died and typartos died so who were the main political powers after the first collation war بطوليمي the strategos of Egypt سليوكس he rose the king of Syria Lysimachus the king of Thrace Cassandrus the mean person the very cunning person الشخص الماكر he proclaimed that he is loving the son of Alexander and he is the guardian of this small boy till he is reaching maturity Antigonus monothalmus strategos of Europe what was the main reason behind the second collation war the rising powers of Antigonus monothalmus he tried to control over the whole empire like Perdiccas in the first collation war therefore Ptolemy of Egypt and Ciliocus of Syria made collation against Antigonus after that a peace treaty was conducted in 311 and Cassandrus proclaimed that after reaching maturity Alexander the fourth the son of Alexander the third would rule the whole empire and this was fake because the son of Alexander and the wife of Alexander disappeared from history and it was said that Cassandrus killed them okay after number of battles especially the naval battle of Salamis where Ptolemy got victorious over Antigonus Monothalmus the soldiers of Montigonus Monothalmus proclaimed their king as the king of the whole empire okay and so did the soldiers of every king the soldiers of Ptolemy proclaimed Ptolemy as the king of Egypt and the soldiers of Seleucus proclaimed their king as a king of Syria and Lysimachus as a king of Thrace so after that Ptolemy in the Egyptian sources was described to be the king of upper and lower Egypt أول مرة بقى بدأ يظهر أن بطلميوس هو الملك مصري العليا والصفلة إذن هو خد لقب الملك بشكل رسمي طيب هنبدأ ندخل على بطلميوس في فترة حكمه بقى كملك زي ما قلنا أن بطلميوس الأول كان عنده ثلاث زوجات أرتكام الشخصية الفارسية وقلنا أن الإسكندر الأكبر تزوج من أميرة فارسية وأمر أكثر من 40 من قواده بالزواج من أميرات فارسيات حتى يختلط الدم اليوناني بالدم الشرقي ويصبح وينتج جيل آخر اللي هو جيل يحمل الحضارتين اليونانية والشرقية وطلقها بعد فترة من غير يعني يجيب منها أولاد يوريديكي خلاص اللي هي دوتر أوف أنتيبارتوس يعني تعتبر يوريبيان برينسس وخلف منها ثلاثة بوتاليمي كيرانوس ميليجر ليساندرا ويوريديكي كان جاي معها مين كان جاي معها كده ميسترس خلاص زي مقوصيفة كده اسمها بيرنيكي بيرنيكي بعد فترة قدرت إن هي يعني تصل للملك وبدأت تصبح أو تلقى بأن هي الشخصية أو الزوجة الرسمية للملك وخلف الثلاثة أرسينوي III بوتاليمي II and فيلو ترت So how many wives did بوتاليمي I married three wives أرتكاما the Persian princess according to أليكزاندا the great more than 40 soligers ميستدون soligers married Persian princesses and Persian women to make a generation belonging to the Greek civilization and also to the Eastern civilization he divorced her after a short period of time without having any children the second wife was the European princess daughter of the regent Antipartus and she gave him birth to three children Ptolemy Chironos Melager and Lissandra and with Eurydiki came بيرنيكي was the mistress at the beginning and after that she became the queen of Egypt and she gave birth to Arsinoe II Ptolemy II and Philoterta three wives and six children how many wives three wives how many children three six children مفهوم يا سنة تانية تمام ماشي بعد كده sons of Eurydiki زي ما بنقول بعد ان هو حصل كده يعني ان بيرنيكي الاولى لشخصية المفترية ديت قدرت ان هي تخلي Eurydiki تسيب مصر خالص واتجهوا لمنطقة سيليوكس اللي هي منطقة سوريا وبحتى بطوليمي كيرانوس بعد كده ظهر في الوسائق مع السيماخس وسيليوكس وميليجر وليساندرا ولاة بيرنيكي هي في لوترتا وارسينوي التانية وبطوليمي دا سكت زي ما بنقول في السياسة في هذه الفترة اللي ما تقدرش تحاربه هيحصل ايه تناسبه صحح يا سنة تانية احنا قلنا حتى القصة دي قبل كده هو ساعت ما وكانش بيقدر على الأسرة السورية الصعيدة والأسرة السورية الحقيقة كانت يعني فردة كنحة جدا وكانت مملكها عظيمة فحصل حالة نسب حالة النسب دي حصلت ازاي اول حاجة لسيماخس وقلنا ان لسيماخس دا كان شخص طاعن في السن تمام وكان عنده تقريبا ستين سنة اوكي يعني بطلم يوس قدر ان هو قال لك ايه خلاص احنا نناسب الشخص الظريف دا طمعا ان هو ياخد منطق فريس تحت امرته لمواجهة البيت السوري بعد كده خلاص فلسيماخس تزوج ارسينوي التانية خلاص ولسيماخس كان عنده ستين سنة ويقال ان ارسينوي التانية كان عندها ستتاشر او تمنتاشر سنة لسيماخس دا ut كان عنده ابن اوكي ابن اللي هو مين اجاثال كيس دا ut تزوج مين بقى تزوج الاختة غير الشقيقة الارسينوي التانية اللي هي مين بقى لساندرا منش سنة تانية وكان عنده بنت سيماخس دا برضو كان عنده بنت 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 السيماخس اللي هي ارسينوي الاولى هي يالتي تزوجت بطلميوس التاني يبقى حصل كم زيجة ما بين ملك فريس والملك البطلامي؟ ثلاثة كل دوت عشان نواجه مين؟ نواجه المملكة السورية اللي في الشر اللي بطلاميوس طول الوقت حاسس ان بيحصل ايه؟ هيحصل ما بينهم قلق وفعلا ظنوا في محل خلاص اول زيجة لسيماخوس افتريس نفسه الملك الطاعن في السن تداوز ستين سنة تزوج بنت بيرنيكي الاولى اللي هي ارسنوي التاني ابنه الجسلوكيس اللي كان مرشح يمسك بدل ابوه تزوج بعد كده مين؟ من ليساندرا خلاص ليساندرا احنا قلنا ايه؟ هي الاخت غير الشقيقة لارسنوي التانية اوكي؟ وبنته اللي هي ارسنوي الاولى تزوجت الملك القادم اللي هو بطلاميوس التاني ماشي؟ لغاية كده مفهوم؟ اه يا دكتور تمام طيب اوكي ده بالنسبة للزيجات اللي حصلت في هذه الفترة الاكسترنال بوليسي ايه الاكسترنال بوليسي او ايه الحاجات المهمة اللي حصلت انسي جونس انسي جونس منوثالموس اللي هو الاعور او صاحب العين الواحدة كان بعت ابنه كده في فترة من فترات عمل اغارة على منطقة رودس واهل رودس كانوا يعني استعانوا بالبطلاميوس الاول قالوا الحقنا يا بطلاميوس ده انتي جونس بعت ابنه علشان يسيطر علينا فبطلاميوس يعني مد لهم يد العون ومن هنا جاءت كلمة سوتير اللي هو المنقذ سيفير عشان كده لقبوا نتيجة ان اهل رودس كانوا بيشكروا بطلاميوس انه هو قدر يخلصهم من حكم ديمتريوس ابن ايه انتي جونس مونسالمس لسيماخوس اوف ثريس برضو اه في هذه الفترة توسعت حدود مملكته وقدر ان هو يسطر على جزء كبير من اسيا الصغرى وسيليوكوس خد جزء من منطقة سيليتسيا ونتيجة توسع لسيماخوس ده كان عشان كده حصل نسب ما بينه وما بين بطلاميوس عشان يقدروا يوقفوا من سيليوكوس بتاع سوريا طيب اذا كينغ بقى احنا خلاص قلنا الارجن وايه اللي حصل قلناها انه هو غاوز تلات مرات وخلف ست اولاد وايه الاكسترنال بوليسي قلنا الفيرس كوليشن وور والسكند كوليشن وور خلاص كده اذا كينغ قلنا ليه هو تسمى سوتر بكوز هي سيف ديروديانس فروم ديمتريوس ديمتريوس مونوثالمس اوكي الاكسترنال بوليسي انه هو طبعا قدر يسيطر على سيريا بوتولومايك سيريا او سيلي سيريا ودايما بنقول ان المملكة البطلمية في هذه الفترة كان لها دراعين خلاص دراع شرق ودراع غربي من وشمال كان قادر يسيطر على جزء من سوريا اللي هي سيلي سيريا ودي كانت عاملة كده زي الشوكة في الزور لسيليوكوس ومن الناحية الغربية كان قادر يسيطر على منطقة ايه كان اسمها ايه منطقة قورينا بالعربي اللي هي سيرينايكا خلاص دي الاكسترنال بوليسي الانترنال بوليسي The first, different, the Greeks' settlement increased in Egypt and the Greeks were encouraged to come and to settle in Egypt to own agricultural lands. And the kings contained it also to pay taxes to the priests or the high priests of the Temple of Amun at Thebes. The Greek language became the most important language. The Greeks had the most important positions in the administration. We have different Greek cities such as Alexandria, the most important city, Neukrates, Qumghaif, Itai al-Baroud, Al-Bahira government, Ptolemaeus, Hermaeus in the Phoebaid region. However, the Egyptians were not important for the Ptolemaeus, but they were the demographic majority. They were the demographic majority. Part of them formed the elite, part of them were the priests, and the other were the farmers and the craftsmen. الفلاحين والعمال اللي هو أي معلهم الصناع والزرائي في مصر. بالرغم أن بطلمة واليونانيين كانوا شخصيات دموية لكن كانوا معروفين بحبهم للثقافة والliterature. They ordered to build the library of Alexandria, the museum of Alexandria, to be a Greek center for teaching and research under the supervision of the matrix of Phaleron. مانشي يا شباب لغاية كده مفهوم؟ آه يا دكتور. طيب أوكي. هل نرجع التاني للاث بطلميوس. بس الدايجرام بتاع أرسينوي. خلاص. أرسينوي زي ما قلنا أن أرسينوي بعد موت لسيماخوس أرسينوي التانية كانت عايزة كانت مخلفة من لسيماخوس. أوكي؟ بس جثل الكيس كان هو الابن القادم المفروض أن هو يحكم. فأرسينوي التانية كانت عايزة أولادها هما ليحكموا. ويقال أن هي دبرت مؤامرة لقتل مين؟ لقتل أجاثلوكيس. لقتل أجاثلوكيس. خلاص. بعد قتله صارت قامت الدنيا عليها وخافت جدا عليها وعلى أولادها أن هو يتم الغدر بيها وقتلهم. فتوجهت بعد كده البوتولومي من كيرانوس. أوكي؟ بوتولومي كيرانوس عمل نفسه أن هو متعاطف مع أرسينوي التانية الأخت غير الشقيقة ليه. لكن هو من جواه كان أكثر تعاطفا طبعا مع أخته الشقيقة. اللي هو عارف كويس جدا أن أرسينوي التانية قتلت خلاص جزخته الشقيقة علشان هي تبقى الملكة. فهي وصلت وقال لها ما فيش مشكلة وحتبقي ملكة وتزوجها وبعد زوجها راح قاتل ولادها. وده يعتبر التتويج التاني الأرسينوي. مش أرسينوي بقى تقعد كده وتهدى. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا شباب؟ تاني؟ بالثبت كده راح تلبطل ميوس التاني. فمعنى كده إن أرسينوي the second was known to be the queen. How many times? Three times. She was coronated as a queen three times. The first coronation, her marriage to Lysimachus of Thrace. When he was sixty years old, after the death of Lysimachus, she made a conspiracy to kill the heir, the menk, the elf, the menk. the eldest son of Lysimachus, who was the main, the upcoming king. And after killing him, she was afraid from being killed her and her children. And she went to Ptolemy Chiranus and she married him. Her half-brother Ptolemy Chiranus killed her children. And this was the second coronation. And finally she fled of Egypt and she married her brother Ptolemy II. second. . ỹ second. الأولى وحكم مع أبوه لمدة سنتين في البداية خلاص بعد موت أبوه هو دايما كان فيه عادة كده بطلمية انهما بيشركوا آآ آآ ولادهم في الحكم خوفا من انقلاب الأوضاع خصوصا لو عندهم اكتر من ابن يعني تمام وزي ما قلنا هو مارد أرسنوي الأولى آآ في البداية وعشان كده خذت لقب الأولى وهي بنت للسيماخوس آآ آآ جاف بيرست وبرتولومي خلاص إذن بوتولومي هو ابن أرسنوي الأولى مش التانية ماشي غد كده مفهوم طيب بالنسبة للأورجين طبعا أكتر حاجة بتميز عصر بطلميوس التاني وخليكوا فاكرينها أكتر حاجة بتميز عصر بطلميوس التاني ايه أكتر حاجة بتميزه انه هو اهتم بساحل البحر الأحمر التجارة الشرقية لمصر دي أكتر حاجة بتميزه اوكي يبقى إمروving the economic status of Egypt he constructed a city called Arsinoe أو كيلو باترس بعد كده at the south or at the mouth of swiss canal constructing a city called بيرنيكي خلاص between إلات and خليق العقبة now and the famous of its gold mines many sources say that more than 200 harbors were built along the eastern shores of the red sea of Egypt ماشي إبقى دي أكتر حاجة بتميزه في هزي الفترة بالنسبة للأورجي إلmlي سيئ Armstrong الإ الأكتروني إلساله إل complicated إلقي للحديد إل ؟ из في journalist كنت إلى est كان أنتيوخس زي ما قلنا أنتيوخس الأول كان شبه المنتصر في هذه الحرب الحرب السورية الأولى وكاد أنه يصبح هو المنتصر بشكل رسمي وأنه يعني يصل لمصر لولا حاجتين هم اللي أنقذوا المملكة البطلمية أول حاجة الطعون اللي انتشر في هذه الفترة ولما الطعون بيكي طبعا بيبقى وباء على الشعب دي حاجة تاني حاجة الكرايسس اللي حصلت في السيليسيد إمبير نفسها وخاف أن الحكم نفسه يضيع منه فأضطر أنه ينسحب لسوريا مرة أخرى إذا the first Syrian war happened between بوطولمي the second and teoche the first who was the victorious side and teoche the first however two factors helped بوطولمي the second to end this war أول حاجة the plate which spread in Babylon and also the economic crisis بوطولمي remained Damascus under the ptolomic authority قدر أنه يحتفظ بدمشق في هذه الفترة تحت السيطرة البطلمية حصلت في عصر بطلميو ستاني حربين سوريتين عشان بره نفضل فاكرينها يبقى أكتر حاجة بتميز عصر بطلميو ستاني أنه هو جوز أرسنوي الأولى والتانية وأنه هو اهتم بساحل السواحل الشرقية لمصر اللي هو البحر الأحمر وأنه هو حصل في عهده الحرب السورية الأولى والحرب السورية التانية بما أنه هو اسمه بطلميو ستاني لازم تحصل الأولى والتانية في عصره أول واحدة ما بينه ما بين أنتيوخس الأول وقلنا أنه هو أنتيوخس كان المنتصر ساعد بطلميو ستاني الحظ أو القدر خلاص في حاجتين انتشار التعاون والأزمة الاقتصادية اللي مرت بيها الأسرة السورية الحرب السورية التانية بتقين بطلميو ستاني وقدر أنه هو يجمع الجزر السورية معاه الجزر القصدي اليونانية معاه نتيجة أن الجزر اليونانية دي كانت بتجين لوالده فقدر أنه هو ردا بقى للدين أنه هما يبقوا معاه في الحرب ضد أنتيوخس التاني اللي في المقابل عمل أليونس والأنتجونس جناستس اللي هو كينج أو ماسيدونيا بنيو كينج أو ماسيدونيا إنه هو تحالف مع كينج أو ماسيدونيا ضد بطلميو ستاني طيب إيه أهم الحاجات اللي قدر يعني قدر يحتحصل في هذه الفترة خلال هذه الفترة أول حاجة إنه هو قدر يرجع منطقة قورينا لأن برضو قورينا حصل في هذه الفترة قلائل فيها ما كانتش يعني كبدو تحصل كده شوية منوشات غرب مصر بس هو قدر أنه يسيطر عليها بطلميو ستاني يزوج ابنه بطلميو ستاني لبنت الملك بتاع قورينا اللي هي بيرينيكي التاني ماشي شباب وبطلميو ستاني زوج بنته بيرينيكي سيرة للولد اللي هو الملك السوري القادم أنتيوخس التاني إذن انتهت الحرب السورية الأولى من نتيجة القدر بسببين الطعون والأزمة الاقتصادية وانتهت الحرب السورية التانية بالنسب ما بين المملكة البطلمية والمملكة السورية لأن بطلميوس راح مجوز ابنه لبنت ملك قورينا نحيط الغرب فهو كده ضمن الغرب ويدمن الشرق إزاي إنه هو راح مجوز بنته بيرينيكي سيرة للملك السوري القادم أنتيوخس التاني مفهومة جزئية دي سنة تانية ماشي البطلميوس التالت البطلميوس التالت ده بنيفاكتور المفيد يعني هو دي تسمى بنيفاكتور نتيجة إنه هو أعفى بعض الناس من الضرائب بدأت قصة الضرائب تثق الكاهر المصريين فأي وفي نفس ذات الوقت المصريين برضو معروفين إنه هما ناس هي طيبين يعني أي حد بيعمل فيهم حاجة حتى ولو حكم صعب زي بطلميوس وبعد كده حنشوف حتى بطلميوس التامن وكده أي حد بيعمل حاجة ولو بسيطة they are very appreciating it فأعلى شكده سموه المفيد أو النافع وبدأ إنه هو يعفي الناس نتيجة انتشار المجاع في هذه الفترة وفقتها بعد دلائق الأثاريان كان حصلت مجاعة في هذه الفترة فأعفى بعض المصريين من الضرائب هو ابن بطلميوس التاني ومراته الأولى The Exiled Mother Arseneway الأولى مش التانية خلي بالكم بالنسبة للإنترنال بوليسي الإنترنال بوليسي بدأت تظهر الإيه؟ بدأت تظهر السورات خلاص ودي تعتبر أول سورة نقدر نقول عليها سورة أو أبريزين في شكل سورة في عصر البطلمة كانت في عصرين بطلميوس التالت خلاص يبقى workers and farmers began to make an uprising during the reign of Ptolemy The Third Because the flood of Egypt was not enough For the first time Egypt imported grain from Syria, Phoenicia and Cyprus ودي طبعا بالنسبة لمصر كارثة في هذه الفترة مصر سلة الغلال بتستورد أمحة أو بتستورد أمحة نتيجة إن لما كان بيجي كان بيجي الفيضان مدمر بهذا الشكل أضع على المحصول فبالتالي حصلت مجاعة فبالتالي بطلميوس علشان يهدي بقى الناس وحصلت ثورة ضده لغى أو قلل بعض الضرائب وعشان كده تسمى المفيد أو النافع للناس وعشان كده بدأ استيراد القمح خلاص؟ على الجانب الآخر دايما بنقول أن كل حاكم بالرغم من كل ما سوئه لازم يكون لي جانب إيه كويس بطلميوس لأنه كان فيه ناس وفلسفة ومعلمين أصحاب فكر ورؤية وحضارة هما اللي بيعلمهم فأصبحوا دايما البطلمة معروفين بحبهم الشديد للثقافة والعلم والأدب بطلميوس كان بياخد زي ما بنقول وفاكرين النقطة دي أي حد بيمر من مصر ومع كتب بياخدها يأما يقوله تاخد بدلها بضاع يأما ينسخ ويثيب الأصل في مكتب اسكندرية ويجلو إيه صورة أو العكس إذن بيعمل نسخ للكتب علشان يزود أو يثري مكتب اسكندرية خلاص؟ هم من الأولى 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 من المتحدة في النار المتحدة the number of books in this very organized and famous cultural center that time. What is famous for the external policy? خلاص احنا هنعلمهم بقى بعد كده. يعني بطلميوس التاني هو اللي يعتبر exception. وقلنا بطلميوس التاني اللي بيميز العصر بتاعه. بطلميوس التاني اللي بيميز الاهتمام. He was very interested in the eastern borders of Egypt, the eastern trade of Egypt having many harbors. okay. اللي بيميزه having two syrian wars. the first one against Antigone the first. two factors helped the ptolomai king, the pledge and also the economic status, the low economic status in syria. and the second it ended with the marriage between the ptolomai court and the solicit court. خلاص بطلميوس التاني اللي بيميزه في السياسة الخارجية The third Syrian war. خلاص. بالرغم من حدوث النسب لكن دوت ما انهاش الحروب السورية. خلاص. اول حاجة ان بطلميوس التالت قدر ان هو يساطر على اماكن كتير جدا في سوريا. بلكن للأسف نتيجة ان السورات كانت في هذه الفترة كتير. كل شوية يحصل المشاكل ما بينه ما بين الفلاحين وكده. فاضطر ان هو يعني ايه يرجع تاني لمصر. ولما رجع لمصر سيليوكس التاني. اه وصل لمنطقة بابلوس او بابل واعلن نفسه ان هو ملك ناك سنة 245. اه ويقال ان كان في حامية ان بطلميوس نتيجة ان هو ما كانش قادر بقى يتحرك من مصر خلص السورات اللي كانت بتحصل دي. اه يقال ان حصل حامية اه عسكرية بقيادة ولد اسمه بوتولومي اه اندرو ماخوس. ويقال ان هو ابن غير شرعي لبطلميوس. ادر انه هو الى حد ما يسيطر على هذه المنطقة. وبهذه الطريقة اه المملكة البطلمية استعادت جزء من سيطرتها على منطقة سوريا وابلوس. كانوا مهتمين جدا بابلوس والجزر دي حاجة بالنسبة لهم مهمة. اه بطلميوس الثالث وامراتو آآ بيرينيكي الثانية. خلاص ازادة الاصل الليبي. خليكوا فاكرين النقطة دي. اه ادروا ان هما يدعموا المملكة البطلمية في قورينا. نتيجة ان هي اصلها ليبي. وان هي بنت الملك الليبي. فطبعا منطقي. ان هو يدعم منطقته هناك اللي هي اسمها طلميتة. وقدر ان هو ينشئ مدينة او مينة هناك اللي هو حاليا هي تسمى ببرنيكية لكن هي حاليا بي بنغازي. ماشي شباب؟ يبقى اللي بيميز بطلميوس III بطولميوس III was called Eurigetus. 왜 Eurigetus? Why the benefactor? because he exempted the Egyptians from the taxes because of the low levels of the Nair flood. He was the king of Ptolemy II from his exiled first wife Arsinoe I because Ptolemy II married twice. He married Arsinoe I and Arsinoe II. What about his internal policy? We have different uprising from the farmers and workers, the famine which happened because of the low levels of the Nair flood, the travelers had to copy their books. What is very important in the external policy? The third Syrian war between Wu and Wu, Ptolemy III and Seleucus II. He controlled over parts of Syria however he had to withdraw from Syria. Why? Because of the uprisings which happened in Egypt. One of his illegal sons Ptolemy Andromachus could control again over parts of Syria especially in Ephesus and Ptolemy empire controlled over Cyprus and Selysyria once more. What about the western part of Egypt? The western part of the Ptolemy kingdom? It was under the control of Ptolemy. Lee because his wife from was from a Libyan origin. She was a Libyan princess. He re-established the Ptolemy in Syranica and he also built the modern Benghazi which was the harbor, the Ptolemy harbor called Ptolemy. Ptolemy. After that, we will get to the Ptolemy. The Ptolemy. The Ptolemy. The Ptolemy. The Ptolemy. ша of Israel, and the Archana, is the IIity. Series were theals of the Ptolemy. Who used the time of the Ptolemy? You see it, the Ptolemy. In part of the Ptolemy, the Ptolemy. What about the Ptolemy? 1R vai to the Path of the Ptolemy. Highway of the Ptolemy. You say his الرابع ده كان شديد الحب للأدب والفنون كعادة البطلمة ويقال انه كان ليه تراجد اسمها أدونيس وانه هو أهدى معبد لهومر واهتم بعقيدة وكان فيه هاي بريس لسكندرية والمعابد هناك اهتم جدا من الناحية الدينية وبرضه كان فيه فاستفال للموزس اللي هما حاميات الفنون والعلوم وفقا لديانة اليونانية الرومانية اللي هما كان بيوضع تحت سيطرتهم الموزيون اللي هو يقال عليها در الحكمة اول اكاديمية كان اسمها موزيون وحتى كلمة موزيون بالانجلش جاي من الموزس دول اللي هما حاميات العلوم والفنون خلاص ده على الجانب داخل مصر خارج مصر ايه اللي حصل طبعا احنا بنقول المملكة البطلمية وصلت في هذه الفترة لاعلى لذروتها وادرت ان هي تبقى ممتدت ومترامية الاطراف وقدر ان هو يسيطر وان هو يعمل مع بلاد اليونان ورودس وخلي بالكو بقى بدأ يظهر بعض العلاقات الطيبة الودودة مع مين بقى روما بدأت هنا تظهر روما يبقى بدأت السورات بتاعة المصريين ضد البطلمة في عصر بطلميوس التالت بدأت تظهر كلمة روما في التاريخ البطلمي في عصر بطلميوس الرابع معيش يا شباب طيب بطلميوس الرابع هو صاحب الحربة السورية الرابعة ما بينه ما بين انت يخذ التالت احد اعنف الملوك السوري وحصلت الخيانة وقلنا ان حصلت الخيانة من قبل احد الحكام الموالين البيت البطلمي مرتين مرة في عصر بطلميوس الرابع وبعد كده هنشوف الخيانة التانية هنقول ان الستراتيجوس بتاع منطقة سيريا سوريا حاكم منطقة سوريا او كولي سوريا اللي هي كانت جزء من المملكة البطلمية اسمه سيدوتوس خان الملك خان الملك وقد سيلي سيريا لانتيوخس التالت وانتيوخس التالت كفقه على خيانته ان هو خلاه استمر ان هو استراتيجوس بنفس المكان ماشا شباب بطلميوس الرابع ايه اهم الحاجات اللي كانت ظهرة جدا في عصر بطلميوس الرابع سيطرت شخصيات من البلاط البطلمي على الملك اللي هما من سوسيبيوس وهنا سوسيبيوس فكرة والفكرة لا تموت خلاص والسوسيبيوس ده هيظهر بعد كده في عصر بطلميوس الخامس صاحب كم واصي على العرش كم واصي على بطلميوس الخامس يا شباب خمسة خمسة وصاحب الحرب السورية رقم كام خمسة برد خمسة تمام يبقى بطلميوس الرابع بدأت تظهر روما بدأت تظهر الخيانة الأول مرة في عصرة يدوتوس وبدأ يظهر سيطرة اتنين على الملك أول واحد ألكزاندريان سوسيبيس وسوسيبيس قلنا أنه هو شخص قوي جدا كان هاي بريست كان شخص معروف ومعروف بإعلاقاته الطيبة وكثير وتاجر شاطر جدا مع بلاد اليونان والجزر اليونانية أجاثالوكيس الشخص الشخص زقوا عليه أجاثالوكيس اللي هي أخت أجاثالوكيس وأصبحت توصف بأنها وصيفة الملك خليلة الملك صاحبة الملك خلاص كل ده عشان يسيطروا على الملك الصغير اللي كان عنده تقريبا عشرين سنة نفس تقريبا فترة أو سن الإسكندر شتان ما بين الاتنين لو حد عايز يعمل كده بحث ومقارنة ما بين بطلميوس الرابع والإسكندر الاتنين ملوكه والاتنين نفس السن تولوا في نفس السن لكن شتان ما بينهم واحد كان عارفه وعايز يعمل إيه والتاني سيطر عليه أفراد من الحشية أو البيت البطلم سيبيس سنتانيا سمعني okay she was the sister of Agathilochis and she became the royal mistress of Ptolemy IV what about the external policy the external policy during that time this was the end of the golden age of the Ptolemaic Empire Ptolemy made peace with the Greek islands Rodas and Greece and he made neutral relationships with a very important part in the ancient world during that time which is Rome and Carthage his reign was remarked with the fourth Syrian war between him and Antiochus III and for the first time the Ptolemaic strategus of Selyseryia betrayed the king betrayed the king and he handed Selyseryia to Antiochus III as a reward of his betrayal he appointed Theodotus and Antiochus III appointed Theodotus to be the strategus of this part again Antiochus III was the victorious part هو اللي كان مسيطر بشكل كبير جدا different diplomatic invoices were sent from Selyseryia and Agathilochis to convince Antiochus III to stop the war with the Ptolemaic king however these diplomatic invoices failed خلاص بعض البعثات الدبلوماسية حول اتهدئة الوضع بين الطرفين finally the battle of Raphia occurred in 217 خلاص and Ptolemy returned in triumph however he was not the victorious person nor the Selyseryia king ما فيش حد انتصر بشكل كبير جدا however Ptolemy was proclaimed himself to be the victorious king and he rewarded his army with 300,000 pieces of gold and this battle was the close of the Ptolemaic golden century the last time to use elephants what type or what sort or species of elephants did the Ptolemaic army use they used the African elephants and the Sulusid empire used the Indian elephants the Indian elephants were known to be smaller in size so they were more trained and more easy for them to go fast and to run in the battlefield the African elephants were very huge and therefore they got afraid in the battlefield يقول ان هو حصلهم حال الضار and they were one of the main factors behind the bad status of the Ptolemaic army in this important battle كادت ان تنقلب المعركة ضد الحاكم او ضد الملك البطلان لغاية كده مفهوم يا شباب اي دكتور تمام يا دكتور معلش يعني تدوني بس فرصة استريح خمس دقايق او عشر دقايق اللي في سير يعني احنا خلصنا الحاجات اللي انا عارفة ان هي فيها شوية كعبالة ينفع تدوني مثلا خمس دقايق عشر دقايق بس رايح كده صوتي شوية وارجع لكو تاني وانحوقف البيتر لغاية هنا وننتقي بعد عشر دقايق او صحيح دقايق او صحيح دقايق بارد